الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وقركاته صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمر الاسلامي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر مستدد حديث بوقمنا في عائشة اللجوغة من حمزة بن عمر الاسلامي دفعوه ينطبنا كومن دمي تفصلي كور دمي تفصلي كوروه باتي نجيلة عائشة رضي الله عنها صحة ينطب صلى الله عليه وسلم من حمزة بن عمر الاسلامي دفعوه ينطبنا كومن صلى الله عليه وسلم من دخمنا أور چتوكي من دخدف بريون لومي أور من ينطبنا كومن بلا صوبة بلا صوبة أورال بلا صوبة يتم دوغل سفكة چتوكي باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس قال أبو عبد الله أبو عبد الله والكديد ماون بين عصفان وقديد صلى الله عليه وسلم يقول لكم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر باب من أفطر في السفر ليراه الناس حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر بنتي ندكو دوك تشيركور تفكي تتكيلنك أمور تشيركوا دفكو وننيني دفكو وننيني نمن أورتوما بسوي صلونا نجلے ابن عباس رضي الله عنهما من ينمتبي صلى الله عليه وسلم جنينة مدينة جمكة دفكو وننينة جمكة من يكتكو وننينة جمكة من يكتكو وننينة جمكة من يكتكو وننينة جمكة باب وعلى الذين يطيقونه فدية قال ابن عمر وسلمة ابن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمر بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأميروا بالصيام فأميروا بالصوم فأميروا بالصوم وقال بكم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر وقال نانسي قنقر 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 نانسي قنقر